اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا بي صحتين وهنا اليوم الخميس ويعني الواحد بيكون عم بستناه زي ما بقولوا بالدقيقة وبالثانية فما بالكم لما كمان خميس يطل عليكم بمطبخ خميس مرحبا كيف المباغة بس؟ المباغة في السؤال امم محمد سوف تدفعينا ثمانها كثيرا ولن ادفع ولن اشتري بس يعني انا ما شاء الله اليوم اجيت لقيتها طنجرتنا عمرانة وهيك طبعا الشباب الطيبة ما شاء الله ما تحكي شو ما نعمل لا 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 مش حال فأصلا عايدا تعالوا نعمل سؤال لمدة الفاصل التالي بنحكي لكم شو طبقنا الرئيسي رح نحكي لكم النص الجزء لحظة شوي خليتها في اتفاق خليك يفاهمي علي المرة بس كوني معي خليك يفاهمي علي اوكي اعتقد انه مساء الخير اول شيء مساء الورد ونهاية اسبوع سعيد عليكم جميعا ان شاء الله والاكيد اكيد انه اليوم في عنا وصفة كتير فخمة يعني طبقنا الرئيسي مليان دسم اذا مخرجنا العزيز حابب يشتغل بدوا فوتو كلوز على الطنجرة شوي يعني بدوا حسسنا بماجد يعني بامورهم مش رح نطلع كل اشي موجود بالطنجرة بس رح نطلع لكم هاي العظمة اللي عم تنسلق جوة الطنجرة هايها شايفينها بس مش رح نحكي شو عم نعمل بدنا تتوقعوا رح نعمل جنب هاروز عربي طيب مبهر مع اللحمة هاي الاشي اللي موجود جوة الطنجرة هاي رح نعمل ما هو الاشي اللي موجود جوة الطنجرة هذا سؤال شو ما الكتفك الشمال ما بعرفك حسين طيب افردي يمين كان مش شمال يعني شبكة بكهرباء المهم طبعا الرئيسي هو طبعا انت رح تاخد الوصفة وكتف اليوم رح نعمل نعمل الكتف مع مناديل اشكركم اشكركم نعمل الكتف مع المناديل يا مناديل يا خميز عدسها مليون صلقينو الكتف مع البينو انهو نساعة ونساعة ونساعة جوة الطنجرة بدنا نتبلو وبدنا نقدمو مع الرز العربي انتو لو انكم كرياتيف شوي كان ساعتوني وحكيينو عادي منعمل الرز بنتو من اخدوا الوصفة بس انتو ابدا لا انتي ولا المخرجسة لان ما بدنا بدنا يوم يعيشوا الجو اليوم وينبسطوا ويعرف شو عم نعمل واللي عندها كتف باليفيزر طلعوا الدوب ولا بكرة يعني بكرة وإذا ما عندها كتف انا بقية كتفي طبعا اول وصفة رح تكون اللي هي الكتف مع المناديل نعم ورز الابياض واش كمان رح نعمل الرز المبحر مع اللحم يعني رز عربي احنا مسمينو وبدنا نعمل كمان ام محمد شمندر وبازيلة باللبن وبدنا نعمل كمان صلطة كثير كثير طيبة حلو يعني معناته اليوم اكيد وصفاتها ستكون كثير مميزة وعنجد خرج ان الواحد يعملها اليوم الجمعة وليكمل هيك فيها جمعة مميزة جدا طبعا المثل العادة موجودين معاكم مباشرة على الهوى على صبحاتنا بالسوشال ميديا عمان تيفي كتشن عمان تيفي اوفيشل بدي منكم تشاركونا من خلال تعليقاتكم او كمان ما تنسوا تشيروا الحلقة عشان تقدر تعملوها للوصفات بأي وقت بدكم اياه رح نطلع بالوصفة الاولى اللي هي الكتف مع المناديل والرز العربي المبهر كتف مشوي مع المناديل والرز العربي رح تحتاجه لتكبيلة ولا شوي الكتف كتف خروف لكيلو منديل العجل نص كوب ذات نباتي بالاضافة لماعلى اكبيرة بهار مشكل معلى اكبيرة هيل مطحون معلى اكبيرة بابريكا حلوة وكمان لماعلى اكبيرة توم مهروس معلى اكبيرة لبن منطيبة اكيد معلى اكبيرة خردل معلى اصغيرة كركم ملح وفلفل اسود طبخ الرز رح تحتاجه لنص كوب سمنة من المراعي لبصلي مفرومة ولنص كيلو لحمة مفرومة كمان لماعلى اكبيرة بهار مشكل معلى اكبيرة هيل مطحون ومعلى اصغيرة كركم وكمان لعود قرفة وورق غار وخمس اكواب من اروز بسمتي وما رتنسوا الملح والفلفل اسود ولوز مقليل التزيين الديب ياخد من ايدك رجعنا بقدر على الصوت علي ادب ياخد من ايدك يا خميس صراحة انا اعتراض بدي يعني من هنا على الهوى احكي لطارق لقيس اليك علي كثير اربعة مرات اشوفه بالاسبوع ليه بالعكس والله ما شاء الله شفته امل وتفاؤل وتغريد ونصرين علي ارحمني سرتي موطي صوتك ست مرات يا خوي ما شاء الله كل مرة صوتك بعدها مش عارف كيف سيستمع على المشكلة علي غير شكل طيب سريعا طلخيص سريع نحن نسلق التتف مع المطيبات اللي احنا حطناها من بهرات صحيحة وبصل وكل هاي الاشياء وزي ما حكينا دايما منضيف هاي المطيبات بعد ما تغلي اول غلوة ونسحب الريم تبعها اللي بيكون على الوجه الرغوي نتخلص منها بعدين منضيف المطيبات من بصل جزر سالري كل اشي انتو بتحبو فيه تكون الفيفر تبعت واضحة بجوا الستوك لانه رح نطبخ فيه المرأة تبعت الرز طنجرة الثانية عم بحميها بدي احط فيها السمنة اللي انا لازم جبتها هايها طرعا نستمن من وين؟ من المراعي من المراعي بنا ننزل عليها اللحم المفرومة اول اشي خلي لحمتنا هون زي ما عملنا بالحلقات اللي قبل خلي اللحم تطلع ميتها ومتبلش طبخ فيها طيب لحمة مفرومة ايش خشنة عجل لا لا انتو تحطوا ميكس ما فيه مشكلة بس دائما رز العربي لازم تكون فيه لحمة مفرومة مدهنة عشان الفلفر تبعها يكون دسم بس عشان نكون متفقين فانا لحمتي لازم ننزلها بطنجرة سخنة تطلع المي اتخلص منها بعدين منضيف عليها سمنة المراعي وبعدين مننزل بصل والتوم ومنضيف بهاراتنا منحركهم مع بعض مننزل عليهم مرأة اللحمة اللي احنا عم نسلق فيها منترك الرزات يتطبخوا ومنروح للكتف ركزوا معنا سريعا كيف حالك؟ الرز لازم يكون حبة متوسطة بسمتي عادي لا بسمتي رز بسمتي طيب خميس طيب خميس المناديل حكي لنا شوي عنها طريقة شراءها بعدين ايش مبارح وين كاين انت انا فكرتك احذر ايش على ستوريا اصدق اه صراحة انا لاحظة فكرتك احذر وين بالبلد وفي بقول ايش انا بالمسلح كنت اكتشفت بعدين انك بالمسلح فوقك في قطع من اللحون وبعدين الدبحة كانت جاي بعدها جديدة على المسلح الكبدة الجرين الخروف الجرين الكلاوي المليان ما شاء الله دخلت على تلاجة كنت على ستوريا احذروا والكياس معلقة بالضبط تعرف كيف هي كنت امشي تحت الكياس واشياء تتساقط علي من هذا اي مش غلط احكي لنا عن المنديل خميسة يعني اليوم المنديل احنا منعرفه ومنعرف انه كمان لازم اللحام هو اللي يأمن لنا وفي ناس اصلا ما بتسمع عنه طيب خلينا نحكي عن المنديل هلا المنديل هم بيكونوا مرتبطين بغشاء القلب اوكي المنطقة هاي اللي بتكون بالامعاء يعني بجانب المعلاق اوكي موجودة بالعجال اكيد مش من الخروف بدي افرجيكم شكلها بس لانه تمارة طلبت اشيانه ما بدر احكيلها لا هذا هو احنا قابل هالمرة عملنا اربع خمس وصفات في يعني بش اول مرة احنا مستخدم المنديل علي هدا بتقدر تلبس او اذا بدك او تغطى فيه فالمهم اوكي هذا هو المنديل اوكي هذا هو المنديل نسبة الدهنة طبعا هوا عبارة عن دهنية اول مرة بتشوفها معلم وسام هايو هاد هو نسبة الدهنة فيه محمد كتير عالية فبدنا نعرف يعني هاي اكلة كتير دسمة الفكرة منها هلا ممكن تقولوا انا حاططها بالعمدن ممكن تقولوا انه خميس ماذا بدو يسوي فيها بدي نغلب فيها الكتف وندخله الفرن طيب خميسك انت بتزيد قعد هايك الدسم بس هو هي المنديل نفسه لما بدو ينشرة بتملح بتبهر ولا بياخد الاشي اللي احنا حنلف هلا لما بنشتريع فكرة سعره كتير انا ما بحب احكي اسعار الهول بس هو كتير 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 سعره كتير مش شوي يعني اكتر ما انتو تتخيلوا انا بحب شفت الموضول اسعار الهول بس اللي بدي احكيلكم يا انه هو بيدوب محمد يعني ما بيضل طبق اياه دوب على وجه يعني هلا لما بتشوفوا بنحطه على الكتف وبس نطلعوا من الفرن هتشوفوا كيف يختفى يعني تقريبا بس بضيف تراوي بخلي اللحم تكون أطرة التست تبقها اعلى وكمان الموضوع الملح والفلفل اكيد هياخد من التتبيل الكتف اوكي وحتكون طعمت كتير طيبة هلا احنا عملنا فيه قبل هالمرة سرر اوزي بارفش انا وياكي اه سرر اوزي معي انا مبلغ فردنا المنديل وبعدين حطنا بصح ان كنا طبخين الرز حطينا جوه ممكن نعملنا واحد اليوم اذا ندد ان رز لا انا بتعرف شغلة بس ده اسأل كنت عنه يعني الواحد انت مرة كنت عم تشرح لنا انه في اشياء عند اللحمة عشان نعرف انها فريش لازم نطلبها قبل بوقت عشان تاني يوم تكون طازة فزي المنديل مسلا عادي روح ناخدها ولا بتنشربه ولا بتكون جاهزة المنديل الموجودة دايما بالمسلخ شكلها واضح الابيض الناصع هذا بنعرف انها انها فريش مش ناشفة مش مقطعة من الاجناب عشان تعرفون انها متحرك كتير فهو مستخدمها اكتر ممرة محركها اكتر ممرة فبتبين معكم فلازم تكون لطاعة كبيرة عشان ما بتكون استخدمت كتير وتحركت كتير لونها ابيض ابيض زي ما انتوا شايفين ما فيش عليها ولا اشي ريحتها طبيعية جدا بها الديم بالضبط مية بالمية طيب خليني ارجع بس للرز محمد بدي اضيف سمنة المراي على اللحمة لانه تمان اللحمة واحنا بنحكي نشفة المي مبارح بحلقة مبارح كنا نعمل اللحمة هيك وروحنا صفيناها بس لانه هلأ صار في وقت بيني وبين تمارا فاخذت معنا الوقت نيح راحة المي الموجودة على اللحمة بدي اضيف هلأ بعد السمنة بدي اضيف البصلة طيب هلأ هون بس كمان بدي اوجه تحلي لأم هيتم مكاوي ما شاء الله عليكم نورين كمان اخلاص المناصير بتقول الافكار كتير حلو بالعادة يعني دائما بتفاجئنا يا شف خميس شكرا نوال بتقولك مبارح كنت نفكرتك رايح تودينا على شي محل تراثي بس اتفاجأت بالستوري انه هذا محل لحوم وانك بالمسلخ بس فعليا كل الامور كانت مبارح جميلة جدا عندك عالستوري شكرا كمان بدي اقول محبين اللحمة بقولوا دائما تبارى بنشوف اشياء غريبة مع الشف خميس يعني هذي بتزيد من الدسامة او بس انها هي لها طعم مختلف لا هي بتزيد من الدسامة وكمان طعمها كتير طيب بعدين هاي الاتراك دائما ما بستخدموها بالشوي بيعملوه فيها كتير من الاشياء يعني بيجيبوها منطقة فيها خمالة معينة اللي هي بتكون اصلا الملتصقة بالغشاء الداخلي للاجل بتكون شوي اخمل فبدقوها بعدين شو بعملوه بيجيبو اللحمة شو قف ما بيملحوا ببهروا الاتراك لما بيشوا ما بيعملوه زينا الملح والفلفل بعدين مع الزعتر برشو رشة الزعتر ورشة الملح على اللحمة بعد ما تنشويم ازينا احنا منبهر وبعدين منحطها على النار عكسنا فبتلاقيهم حطوها حط السيخ جو فرد واحدة حط السيخ ثمارة ولفي السيخ فيها وحطوا على النار حلو يعني كثير الافكار موجودة عندهم فما تقلقوا من فكرة الدهنة كثير عالية بطبيعة الحال عم تاكل اللحمة بس الدهنة كمان تختفي يعني بمجرد ان تدخل على الفرن اللي بتضل يادوب بتكون برئة المحارم او اقل فهمين علي عم بسألوك كمان اذا بقدروا يستخدموها بديل للية اذا بدهم يعملوا صاجيات بتقدروا تستخدموها بديل للية بس ما بتعطيكم التاسط ابدا بس هذه كمان ممكن تستخدم بطبخات كثير يعني منحكي على موضوع الملفوف اذا بدكم وراء العنب احكي عادي وسام معك وراء العنب المحاشي كلها بشكل عام ممكن تنحط بقاعد طنجرة من تحت تزبط معكم طيب سريعا ابل من اطلع على مخرجنا التعرف بحمر رد علي علي فدي بس اعمل شغلة مهمة عشان نكسب الوقت بدي انزل على اللحمة البصل و بدي اضيف كمان البهارات تبعتنا اللي هي البهار المشكل وكمان الهيل اوكي وعن البهارات الصحيحة و بدي اضيف كمان الملح والفلفل ونقلبهم مع بعض مع اكمن سن توم اوكي متفقين التوم رح تهرسه ولا زي ما هو طيب اناتو رح نطلع بالفاصل بعد الفاصل مباشرة نرجع لكم ما تنسوا احنا مجدين معاكم لايف على السوشال ميديا عمان تيفي كتشن عمان تيفي اوفيشال فوتو علينا وبلشو دردشو معانا يلا جانا مرة ثاني طبعا بلشت ريحة البهارات هيك تفحفح وريحة السمنة غير شكل تطلع من المراعي واكيط طبعا لازم نضيف اضافة مميزة جدا مع لبن طيبة اللي انتو بتشوفوه دايما موجود معانا على صفرتنا ودايما احنا مناسمد لبن طيبة عشان نعمل فيه تكبيلات وبنفس الوقت ممكن نستفيد منه بطريقة كتير مميزة بكثير من الأشياء اللي احنا منطبخ فيها طيب رح نبلش هلأ مرة ثانية خميس اذا بدك تذكر حدا يعني من اللي دخلوا هلأ معانا شوف ايش بدك تذكر طيب احنا هلأ يا جماعة تلقين الكتف مع المطيبات زي ما انا حكيت وتقريبا هو استوى يعني وصل للمرحلة نهائية تبعته وبدنا نتبلو هلأ وندخلو على الفرن ونلفو بمناديل العجل على جانب طنجرتنا اللي عم نطبخ فيها الرز العربي قلبنا اللحمة اول اشي طلعنا ميتها بعدين اضفنا عليها سمنة المرايح حطينا البصل حطينا التوم بهاراتنا الصحيحة وكمان بهارات البودرة اللي رحوا تلاقوها طبعا موجودة على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب بعدين قلبتهم مع بعض عند اللحمة هون تطبخاتكم كنا نحكي مبارح على موضوع الغموس بنفس الشكل بنفس البهارات بنفس اللحمة واحلاة جيبوا خبزة وتضربوه من هون وخلط وزا ما لقيتوش بالأكل اللحمة مفروح ما عاد بمشكلتكم بعدين بنيجي لرزاتنا البسمتي احنا هنا هون رز البسمتي انا غسلته ونجعته بدي اضيفه فوق اللحمة وبعد هيك شو بدنا نشربه ام محمد؟ بمرأة الكتف برافو عليك يعني شوفوا كيف هتطلع الأكل دسمي عن جد ومملحة ومبهرة بطريقة غير شكل بالضغط هلأ بنا نقلبهم مع بعض الرز هذا كتير قريب لرز القوزي احنا نسميه الرز عربي بالفنادق لانه ما في جزر ما في بازيلا معتمد على تبهير اللحمة فقط مع الابهارات وهي الأشياء فقط اوكي؟ فانه هون كتفنا بدنا ناخد الميات تعوينه بعد ازنه يعني طب هنه هيك انت معناته الكتف المي ما بتقدر تستغني عنها غير ما تلاقيها عن جد استوى اه خلص تمام ولو نقصت المي بتقدر تزديها ما في مشكلة تمارا انا قلت عشان عيارات الابهارات والباقة الأطرية ومي ما بتفرق تمام ترجع بتضفيها ما في مشكلة هو بس احنا اللي عم نعمله هلأ هو مرحلة سلئ الكتف تمام نيجي هون منضيف المرأة بهذا الشكل الرزات راح يطلعوا غير شيكل يا جماعة لانهم عن جد راح يكونوا طعمتهم طيبة لا تنسوا انه احنا استخدمنا كمان السمنة من المراعي بناكهة الزبدة وبعدين بدنا هلأ زي ما انتوا شايفين نترك الرزات عنه هون يطبخوا براحتهم ونغطيهم ونروح للكتف شو بدنا نعمل فيه كيف بدنا نمنحقه من بهره يعني عشان يدخل على الفرن بالضبط يا محمد احنا بدنا نحمره تحمير لمدة نصف ساعة نحطه بالفرن بس لانه هو مسلوق اذا حد سألك وقالك تمارا واكيد راح يسألك يالي السؤال انا بعرفك اذا ما بدنا نسلوق الكتف ايش ممكن نعمل بالضبط بتتبلوه بتلفوه بالمناديل ودخلوه على الفرن وحطوه بديل للمرأة تبعته هون وشوه شوي ما تسلوقه زي بس انا لسرعة لسرعة تطبيقه متطر اني اعمل هيك بالضبط وعشان وقتنا بالبرنامج ما بنقدر انه ما نسلوقه عشان انتو عاربين خلص انو انا صرت عم بطبخ كل اشي على الهواء ما فيش عليكم اشي مخبه يعني ما بحب انو اجيب ما هيك اشياء اشي جاهز ونبدأ بهذا الموضوع طيب سريعا راح نشطل به كمان اللبن منطيبة ونعمل فيه تتبيلة الكتف اللي احنا بعدنا تركينه هون خليها كجوب ننضيف على اللبن التوم طيب خميس وانا بتقولك رانا ما بعرف لاش بتقول بتحس انها بس بده ملح وفلفل اسود الكتف ما بده بهارات تانية شوفي فكرة الابهارات التانية انا رانش هادة صاح اوكي دايما الابهارات بتضيع طعم الاكل عشان نكون عارفين يعني كترتها بتضيع طعم الاكل بس ما نجي نحكي مطبخ هندي يعني بهار لما نحكي مطبخ عربي فيه بهار فهذا الاشي ما بنقدر بس التوازن مطلوب توازن مطلوب كيف نحافظ على طعم اللحم نخليها موجودة عشان هيك حكيت على الاتراك انهم مترا بحطوا الزعتر والبابركة او الزعتر والملح بعد مش قبل عشان يحافظوا على طعم اللحمة تعرف انه لما اللحمة تنطبخ تنشوي بعد انتوش عليها ملح اول ما تحطي قطعة اللحمة في تمك فانتي هتاخذ الملح بعد هيك هتبلشي تنضغ اللحمة بالزبط تحس بطعم اللحمة صح بس احنا مش مستصاغي عن هذا الاشي كتير صراحة منحب يكون في توازن اكتر بهيك موضوع طيب احنا منحط التوم على اللبن بس يتكبير بسيطة برضو حسب ما انا شايفة بحرات مشكلة مزبوط بحر مشكل بعدين الهيل كله مطحون مطحون الماسترد خردل ممكن تضيفوا كتير من الشغلات هون اذا عندكم صصات اللي بتكون جاهزة اذا عندكم يعني فيه مطحون معينة انتم بتحبوها بتدرد تضيفوها هذا اشي برجعلكم اوكي زي الباربيكيو زي الصوس الحار اذا بتدردتوها طبعا اشي برجعلكم بعدين بدنا نحط البابركة بعدين ننضيف الكركم لاحظوا انه بهاراتنا كلها بهارات خلينا اقول تقليدية بهارات موجودة بكل بيوتنا الهيل والبابركة البهار المشكل لكل هاي الأشياء موجودة في بيوتنا بعدين هنضيف الزيت النباتي يعني شوفوا اشي كتير بسيط وقدر انه يستفيد منهم يعني بالخلطة بالزبط هلأ بنا نحركهم كلهم مع بعض ومحمد نضيف عليهم كمان الملح والفلف الأسود او الفلف الأبيض زي ما عم بعمل هلأ انا متحمسة جدا اشوف كيف بدك تلفيها المناديل لا المناديل اه اه فهمك ملح هيك تقريبا صارت جاهزة هيك تتميلة صارت جاهزة في ناس بحبوا يحطوا لتتميلة اللحم اللي بشوها رب البندورة وهذا كمان الاشي بيصير هلأ في ناس عشان اللون يمكن بحتاجوا اشي لللون مزبوط بس انا انا اقولك شغالي اللون والتوازن اللي موجود لما انا بدي احط طبق الدهنة كتير خميلة والدهنة يعني حرارة عشان تكون يعرفة بتضاعف الحرارة التحمير تبعها رح يكون كتير ممتاز مش بحاجة للون وانا كمان حاطت بابريكا عشان اذا احتجت يكون في اشي مساعد لتحمير بالفرن هو البابريكا انا هلا عندي هيك تتميلة صارت جاهزة اذا مخرجنا بيشوفها شوفي لونها احمر كمان لانه وجود البابريكا بالضبط برافو عليكي والكركم والكركم اكيد بس اللون الحمار هاد طالع اكيد من البابريكا طيب سريعا جهز امورنا بدك هلا اتلفلنا شو اسمه وصفاتك هنا يا شيف ام عادل بتقولك فعليا تسلم ايديك شكرا بالنسبة لموضوع البابريكا من قدر انطرنشو تحط بداله كتشاب تسألوك طبعا بدالته كتشاب اصلا دايما كنت احكي انا اماني هلا بهذا الموضوع كنت بالسيد موضوع الكتشاب بدخل عنا بكتير من الوصفات مش بس انه بنحط جنب البطاطا المقلية كتشاب بربكيو ممكن تعمل فيها مرينيشن هذه نوع من انواع التتبيلات تبعت الشوي العناصر الرئيسية تبعتها البربكيو كمان الكتشاب اول اشي نسبة السكر الموجودة فيهم بتساعد على التحمير نسبة الحموضة بتساعد على التحمير فاللون الاحمر او اللون الداكن تاع البربكيو بساعد على التحمير فهذه خطوات كتير مهمة اكيد بدور تستخدمونها في مشكلة بس انا بنصح اكيد انه اذا بدنا نستخدم كتشاب ما نكتر مثلا الماسترد او نكتر من الاشياء التانية حول اوكي فسريعا بس بدي ألبس الكلوبس كان مفروح احنا عبل ما نكون هيك لفناها ومدخلها على الفرون ندخلها على الفرون ومنكون طلعنا بالفاصل بالظبط بس بدنا ضروري نتبلها هلا قبل ما نطلع بالفاصل عليه بس مستخنى عليك ولا امور تماما بس انا عادي متعود انتوا في البيوت ما تعملوا لانا بعملوا ارجوكم يعني هذا الموضوع تركوها اه تبرد اه 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 اوكي تركوها كتشنمان كتشنمان طب هلا انت بالنسبة للك حكيت انه حسب بعدين جايبلكوها مع الرقب اذا ما انتم شايفين لاحظت لاحظة هو كتب غير شكل بعدين ما شاء الله بعدين فيه كمان اشي هو اننا نطغله ايش هو هاد حايلة علي الشق في الحاله عشان ما ما يخرب على الشباب يا الله يا علي قديش انك مظلوم تتبلتنا شوفوا كيف لونها عن جد بتحسوا لون الماسترد والتفريكة لعب دور مزبوط وتخيل انه لو فيه كتشب كمان كيف هيكون لونها لو حطين بربيكيو بتعرفي شو شو لو هذا السؤال اجانا قبل كنت عملت التطبيلة بالباربيكيو مش بالنفذل منقدر بالباربيكيو يس اكيد واستحس بالباربيكيو مو زاكي لا بالاكس اسمع لا لا بالاكس لا 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 اسمعي ما هي الفكرة لا ما انا فاهمك تمرها الفكرة انه انه انا ما حكيت بربيكيو الفكرة من طعم التدخينة اللي موجود جوه الباربيكيو هوا هيضيف طعم كنت راح أغير شوي بالإبهار. كنت هستخدم مثلاً البابريكة المدخنة. مش هستخدم بابريكة الحلوة. هلأ بغطي. طول البلغة. شكراً بدنا تنتين. بدنا واحدة هون وواحدة هناك. بده. حسيت أنا. طيب. هلأ أنت بدك تغلفها. وزي ما أنت قلت حتكون يدوبك مبينة لأنه هي راح تدوب. ويدوب أنها تعطينا طبعاً إيش الدسامة. بالضبط. أنا ما بدي أوسخ الدنيا كتير. بس تشوفوا أنا كيف عن جدة غطيها. شايفين كيف. ها. يعني الفكرة. ما في كلسترول ولا في شيء أنا متطر أوسخ فسورياً. أنا ما كنت أوصل لها المرحلة مخرجنا. بس خلص ما بقدر. طيب ما هو هلأ الواحد. آآ بقولك إحنا أصلاً استغربنا إنه مش حاطط فيها كنت باربيكيو ما هو حكا إذا بدي حط باربيكيو بدي يغير الباقي الابهارات. شايفين كيف. إيش راح يصير هلأ. فبدنا نعمل هيك. عن جدة مرة لا بس إنه فكرة. الرأبة هاي الصغيرة علي. اللي فون مش هون صح. بس ما شاء الله يعني. أيوة علي أنا هلأ بدأت أسمع هيوة خلينا هيك. طيب خميس بس قد بتععد وقت هلأ بما أنها مسلوقة أو عليها هاي المنديل. أنا بس بدي نص ساعة أحطها بالفرن مش أكتر. آآ والله. آآ بس. خليني أخد كمان شقفة منديل. بدي أحط هذه من الجهة هاي لهون. انت شوفي لون المنديل أصلاً شو صار فيه. يعني اللون نفسه طبع المنديل. أخد النكهة واللون. أخد النكهة واللون. بعدين نرجع ونحطها هون. بنرجع ونعمل هيك عليهم. آآ ومدخلهم على الفرن. لازم إذا عم نشويهم بس يكون الفرن حامي. ما يكون. ما يكون درج الفرن تبعته واطي الحرارة. وأنت محمي الفرن من قبل؟ أنا محميها من قبل. فكمان مرة مخرجنا العزيز لو سمحت طلعها هيك للناس. بس عشان متابعينا يشوفوا إنه كيف إحنا لفينا الكتف بالمنديل. نطول عشان إيدي علات ولا كتفي راح. زي الكوفلية. بالضبط. هايها. كوفلناها. هاي الكتف كليات وهيها. شايفين مكوفل. رابط. تعرف إنك قديم. هذا آخر مرة سمعته زمان كوفلية. ما بقول لك. ما صلهم شايفت 18 سنة إلي. يلي على الكوفليات. الله يخلي لك ياهم. الله يضايدك. طيب. هلأ بدنا نحطهم بالفرن على درجة حرارة 220 لمدة نصف ساعة. لأخر الحلقة خلينا نحكي هو آخر شيء رحمة له من الفرن. والرزات شو أخبار رحمية؟ رزاتنا خلص كمرناهم صارت أمورهم تمام تمارا. فهلأ. هلأ في فاصل أظنصا. ننظف طاولتنا. نطلع بالفاصل. يلا ومنرجع لكم أكيد بوصفتنا الأخرى. ثانية كمان لكل الأشخاص اللي نضموا لألنا. وهلأ أكيد طبعا زي ما أنتوا شايفين الرز قريدي عم بيأخد راحته وعم بتفلفل بهدوءه. وكمان الكتف مع المناديل صارت قريدي بالفرن لمدة تقريبا نصف ساعة. وعم بنشاوه بهدوء. بالزبط. هلأ بنا نطلع بوصف تانية. حمسة البندورة مع الجبن الكريمية من المراي. يلا. حمزة الجبن الكريمية راح تحتاج لربع كوب زبدة لبصل مفرومة ولحبتين فلفل حلو أحمر. ولتمن حبات بندورة ولفلفل حار حسب الرغبة. ومرتبان جبن كريمية من المراعي وملاح وفلفل. موسيقى كمان خليل ربايعة تحية من نابلس أهلا وسهلا فيك. هلأ الحمسة هي نفسها الحوسة؟ اه اه تغميسة يعني. تغميسة. طبعا هاي الأكلات كثير جاكية لأن الواحد بعملها ممكن يتغدى يتعصرن منها يتعشى منها. مع مخلل مع بصر الأخضر. اه يتعصرن يعني العصرينيات يعني العصر. أجواء العصر. بطل هلا يفهم على كلامي. طيب بس بنا نوجه تحية كثير كبيرة. لا. لا. الضفة كلها نابلس قلقيلية كل الناس الموجودين هنا تحياتنا لكم. واحنا معكم. واحنا مش نسيين كل اشي عم بتعشوه وبتشوفوه. الله يخف عنكم ويكون معكم. سريعا. حمستنا بدنا نعملها او تغميستنا بدنا نعملها بالزبدة من المراعي. بدنا ننزل بصلاتنا على الزبدة مع رشة الملح ندبلهم منيح. راح نضيف الفلفل هون اختياري اذا انتو بتحبوه. ما بتحبوه مشكلتكم. قصدك الفلفل الرومي. فلفل حار. اه اوكي. قصدي. لو ما اتفلتها فانا بس. لا قاعد يا ام محمد انتي اضافاتك اصلا دائما انا بحاجتها انتي عارفة. بتذكريني بكتير من الاشياء. رشة الملح هيها هون هيك على البصلة. اوكي. بمعلاقتنا مدبلهم. مع الزبدة. يا سرامعة الريحة. شحتي. غريبة ريحة البصلة بتشحي يا دانا. احفظي هذا المقطع قصيلي يا دانا لو سمحتي. الله اللي ما بيجي معك تعمعه. ممتاز احسنتي. ترفو هذا المثل اللي ما بيجي معك تعمعه. إيه اللي حيصير اربع خمس سنين بحكي ما تقلو. انا اما هي عم بحكي. ما تقلو البصل وانا موزولة. فبقوموا بقلو. بس انتي هلأ شام شام ريحته. شام ريحت الزبدة. خلص. مدام المراعي موجود ما في خوف. الله. بعدين لا تنسي انه فيه حدا ممكن اشكيله هون. منه. لا ولا سائل فينا. لا. انا ما بدر اشكيله. لا مش صحيلنا. من صحي. طيب خميس. نعم. كيف حوسة. واللي قصدي حمسة. منقدر نعملها ممكن بزيت الزيتون. وبالزبدة. وممكن بزبدة. وممكن بزيت نباتي. وبسمنة. لا انا انا بفضل بالزبدة. لانه احنا عم نستخدم جبنة كريمية. شو هي. وصفة الشو سورية. اللي كاشوني. لا 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 تردوش هذا. كاشو 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 كاشو. اه بزيتو. انا عم بيسحب علي افلام. اه بزيتو عليك يحكي. وانتي سكتيت لهم. انا لو مكانك بتصرف. مسامع الله راحمهم اني ما عم بسمع بيهو. لو مكانك بتصرف. اوكي. حلا. الفلف الحلو الأخضر. بلنضيفه فوق البصل. وانه هنا فلف الحار بتضيفه. بتكمش برضو ضيفه. هذي مشكلتكم بتصفي. بعدين. بدنا نقطع. طيب. خالد سواعي طالب مني سوس بيرجر يعني تقريبا من فترة طويلة. بس مش بيرجر بده هو. بيرجر. 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 نفسها. لازم اخبركم شغلة. احنا عم فكرة بيكون عنا هون يعني زي ما بتقوله ديوانية يعني منتحدث من دردج لا عوز بالله. لا 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 بحكي صح. بعدين اي حدا. اول مرة خالد سواعي بحكي شي صح الحكافي داني من درشك لكم هي اصلا. بس اي حدا بمر من هون من جنبينا بشم ريحة زاكية بتشهون له ايجي بيجي بقول. شو رأيكم تتبخونا وتعملونا. عملنا عن جد صصاتك المختلفة من البيرجرز. شوفوا اقولكم شغلة. شغلتين. قريبا جدا. قريبا جدا. حلقة خاصة. لا. للصصات. ايوه. الدبات اللي بتنحط جنب الاكل اللي احنا متعاودين ناكله بالمطاعم. شكرا خميس والله. جاهزوا حالكم باربيكيو البافولا سوس. كمان الدينامونت نعمل دينامونت شرم او تشوكين. كتير من الاشياء. خلص جاهزوا حالكم قريبا. بس عشرة تمارا. ايش. خالد سواعي ممنوع ياخد واحد منهم. ليه عدو اللي والله اقترح وطلب. طب خميسة لنرجع للوصفة. انت البندورة شايفتك مقشرتها. مقشرتها لانه. مقشرتها لانه هلأ هي كانت شوبانة شوي. فاضطررنا نشيل. ما شا سوي مش عندي اسمع راح الصوت كله يا ابو سمرة. طيب. مقشرتها حاطيت مي سخني على النار. طب مرة اخر ايش بتحكيي اليوم. اوكي. اسكت. مي سخني على النار نزلنا فيها حبة البندورة. او البندورات كلهم مع بعض. طبعنا وحطناها مي وثلج. ونزعنا القشرة الخارجية حتى نتمكن من طبخها اسرع. ومن دون ما يكون فيه بالحمس هيك اشر بندورة يطلع معك. لانه احنا راح نقطعها كتير ناعم. وكمان. كتير ناعم وهي كتير حمرة كمان الحية. انا بنقيهم كتير كتير مستويين. اوكي بهيك وصفة لازم يكونوا مستويين. يا سلام حاسي حالي باكل قليط بندورة كأنه تشبهها شوي. تشبهها شوي تشبهها كتير شوف لما حط عليها. ايش. اوه جبنة. فهلا بدها تتماسك يمكن اه. لا. بالعكس راح تلاقيها هيكا يعني بديك تجيبي خبز براح تصيري بس مش راح تحكي غير انه اعطوني خبز بالله. طب جايب اكيد لا. اكيد لا. طبعا. عشان احافظ على صحتكم. شو مش اتعملون دايتات. ودايتات مش دايت. طيب احكيلي خميس هلأ انت بتقول يعني مواصفات البندورة لازم تكون يابسة وحمراء. لازم تكون مش هيابسة لازم تكون يعني مستوية كتير. حمراء ومستوية كتير. حمراء ومستوية كتير. وطرية يعني ما تكون كتير جامدة. بس انا دا هلأ ما شفتك حطيت إلا بهار أبيض وملح. هي قصدها انه بدنا نحط بهار أبيض ملح. مش قبل شان حطت لأ قبل هدول مش حطيت على. لا لا. حطيت رشة ملح بسيطة بس عشان نساعد البصل انه يستوي ويتدبل اسرع. بس عادي منحمد اعتبرين انه انا حطيت. وكمان المشاهدين بيعتبروك انه انت حكيتي. ما في مشكلة. يعني قصدي ما حطيت مثلا ارف. ما حطيت ارفة. ما حطيت مثلا كركم. لا لا. كمون. ولا اشي. مالح وفلفل بس. عادي والله الكمون ببقلها. منحط كمون. افتح الدرج من عندي. بطولي الكمون بتموني يا أم محمد. طب اسمع شو بدي أقول لك هلأ. تمار الفهد عشان تشوف كيف كل التمرات في الكوكب عندهم دائما هيك صفنة. وبطلعو لك ببيت شعر. هذا مفروغ منه الحقيق. اكيد انتم مبدعين. جاهز تسمع. انا كل اياذان مصادق. لا تلف ولا تحتر وصفات الشف خميس. اطيب اختيار. الله عليك. الله عليك. الله عليك. صراحة. الله عليك. شكرا. مبديعات. مبديعات التمرات. شو بدنا نحكي يعني شو بدنا نحكي. المتابعيننا هدول الفخمين الحلوين. عم بسألوك اذا فيهم يستخدموا البندورة اللي بتكون هيك مقشرة وجاهزة بمرتبنات. فيهم فيهم بس انا بفضل بهيك وصفات وخاصة يعني بهيك اشي لا استخدموا دائما البندورة الفرش طلعه كتير اطيب. البندورة هديكي فيها نسبة حموضة كتير عالية لانها معلبة. اذا بدكم تستخدموها بتكم تضيفوا عليها معلقة سكر صغيرة بس عشان تعادلوا الحموضة اللي موجودة جوها البندورة المعلبة اللي هي التوماتو بيلد او البندورة البلحية الطويلة. وقبل هالمرة انا حكيت عن هذا الموضوع. احنا هلأ بموسمها على فكرة اعتقد انكم بلشوا تلاحظوا وجود البندورة اللي على شكل بلحية طويلة. هاي البندورة اسمها رومانو. الطليان بيستخدموها للصصات وبستخدموها لصصات البيتزا حصرا عشان تكونوا عارفين. فهلأ هي موجودة هلأ هو من شهر سبعة لشهر عشرة هي الموسم تبعها. لازم تجربوها تطبخوا فيها. سعرها كمان عادي زيها زيها بتلاوها امرات بنفس السعر يعني مش راح تحسوا غير بشكلها انه مختلف. فلازم تجربوها. هذا يعني هيك نصيحة بس بسيطة. طيب برضا عم برجع بسألوك يعني انت بالنسبة للك هي هاي الوصفة انت اللي ابتكرتها ولا لأ. هلأ الحمسات موجودة هي بشكل عام. بس الكتف لانه الدهن تبعته ساحة تبدي نزله لتحت عشان نحافظ عليه واصحته ولا لأ. لازم. عدا صيرت الصحة بقولك بعد اسبوع اللحوم اللي عملته شو رح تعمل لنا الاسبوع الجاي. ايش رح تعمل بعد اسبوع اللحوم يا خميس. يعني انتوا هم تسألوا على الاسبوع الجاي. اه ولا. هيك احنا بصلتنا محروقة. شو الاسبوع الجاي غمضها نفتح عند لأي حالك يوم السبت. احنا هلأ يوم السبت شو بنا نسوي. لحظة استنى. يوم السبت. ايش حكينا. يوم السبت شو كان. مش بتذكري. ذكروا معي يا جماعة يوم السبت شو بنا نعمل. شو حكيت لك ادانا يوم السبت انا. في فكرة. ممكن نوال تعرف. اذا شدت حالها شوي نوال ممكن تكون عارفة. بس تذكري. انا. يوم السبت. اتفقنا. ايش بنا نعمل يوم السبت. تمارا شو صورنا ليوم السبت. صورنا ايش بس مش متذكري. ولا انا. هذا زهامر مبكر مبكر. اه هذا انا وياك رايحين. طب انت مسيف السبت. طب اسمع بالفاصل بحكي لكم يوم السبت ورح نعمل. ايزا لقنا السبت وعليكم خير. ايزا لقناها. طب انت مش متذكري كمان. لا. استنى لحظة بتقول لك كون رنا ونوال استنى حلقة السبت سجلتها انت. مظبوط بس متذكري. شو كان الوصفة. والله لا. لا تعرف لحظة شوية. ايش عملنا يوم السبت. بدي اعرف شو طبقت انا يوم السبت. بتسدي ان انا هلأ اتذكرت ان احنا حلقة السبت تسجلت. يا الله. ايش هايمر انا. انا بدي اطول بس اعرف شو عملنا لحلقة يوم السبت. اعملنا. عملنا تكا سمك يوم السبت. راح تلاقوا مطبخ هندي. بس. عشان. لا تضبطش كنت اخذي. ولا هلأده. خطرت عبالي. وانا نسيت. عملين تكا سمك ليوم السبت يا جماعة بطريقة مش عادية. احنا عارفين ان تكا هي بتناعمل اكتر اشي لالجاج. وقبل هالمرة عملناها مع الجنبري. كنت انا وفنيتا بهاي الحلقة. المرة هاي مع ام محمد اطال الله بعمري وعملناها مع السمك. طيب. وكمان عملنا صلصة الزبدة. صح. اللي عادة بتكون بتر تشكن بتكون هاي المرة بتر فش. اوكي. بدنا نحط الملح. بتر فش. اوكي. بعدين نحط فلفل. نترك البندرات هون يتطبخوا هيك. لمدة خلينا نقول ابو سبع دقايق. اه بعدين الجبنة. طبعا الجبنة هلأ مش راح نحطها. اه يعني منترك كل شي يستوي براحته صح؟ بالزابط برافو عليكي. طب. ولاحظيني انا ما استخدمت المي ام محمد تبعت البندورة. يعني اللي كانت طالعة من البندورة ما استخدمتها. فانا اللي راح اعمله كالتالي. اذا لقيت الغطايا. تبعت هاي اللي صنية اللي حنا بنشتغل فيها. هاي نحطيناها. ملقناها. شب نطلع لفاصل. ترجع لوني حطينا. انا شو ما يتبخي. وانا ه طيب. احنا نرجع اكيد لاخر جزء من الحلقة اليوم. وزي ما انتم شفتوا عملنا الحمسة. وهلأ بنرجع نشوف شو الاضافة النهائية عليها. اللي هي الجبنة. بالضبط. قلنا عشان ايش نعمل بالله. صحتين وعافية. بنضيف الجبنة الكريمية. بس سؤال خميس. انت حطت لها ملح ما بتزيد ملوحتها هلأ مع الجبنة. لا لا اصلا بالاكس. هون التركيز راح يصير اصلا. هاي. هاي اقولكم شغل هاي اكلت المشجوعانين. هيك انا بحس. هاي تسليت المسا. هاي يعني واحد مشجوعان. اسمع تعال النقرش. مش مغمس. بدكم تعملوا هذا الاشي. شوف تجيبني هلأ لما تغوص داخل البندورة. بس كأنه بتحط لها كمية منيحة. اتوقعت تحط لها معلقة. عندي مراعي كله. حط معلقة. ليش. ليش. ليش يعني. ها تفرجي. تفرجي هلأ. الاشي هون. يا سلام. وهذا قلت لنا بالخبز بالتاكل. بالخبز وكان مأحمش. لا. لا مو حرة. وإذا كانت مأحمشة. الخبزة. وفي جنبها زازون أخضر. كمناك جوعان خميس. انت ولا ايش فيه. خبز طابون. خبز طابون. انا قلنا نطلع بالفاصل وانا محفظ جبنة. او نطلع بالوصف. يلا ناخد الوصف الأخيرة. يلا. بازيلا وشمندر باللبن. ستحتاجوا لبكات بازيلا ولكيلو شمندر. ولبصلة حمرة. ولضمة بقدونس. وضمة كزبرة. وربع كوب عصير ليمون. وعلبة لبن منطيبة. ومعلقة كبيرة. ثم مهروس. ملاح قفل في الأسود. يحكو لك قف شو هالجبنة. شوفوا عم بتبقبئ كمان يعني عم بتتقلب. شوف تزبط هاي. شو. تعملو لها شوية مع كورونا وتزدتون. بتزبط؟. بزبط كمان. تحطوهم بصينية وتقطعوا وصدورة إججاج. مثلا من الوادي. صح. تكونوا هيك متبرين. مع الفرن. مع رشة مزرينة من المراعي. هيك تعرفوا شو. علي بعد الحلقة بديك الموضوع. على سيرة الوادي. عن جد لازم تكونوا كتير مبسوطين لأنه احنا اليوم عنا اكتر من فكرة بمنتجات الوادي. طبعا كرياتها جاهزة انها تكون بتنطبخ بسواني يعني كرياتها بتكون مثلا للألي كمان في عنا الكولد كاتس وما تنسوا اكيد كمان الجاجر اللي انتو عم بتشوفوه مشكل قدامكم. كمان كرات اللحم اللي ممكن انطبق فيها. بصفات كتير وسبقوا عملناها فأكيد بحب دائما اذكركم بقناتنا كمان على اليوتيوب. بالضبط. طيب احنا هنا عنا البصل الاحمر الكزبرة. البقدون سنخلي منه شوي. الله وكلكم كله بحطوا فوق بعضه بها السلطان. عصير الليمون. ليش اغلبكم تغلبوني. خميس. شايف. شايف. والسيطرة تحت الامور. ما تقلق انك شايف. سامع. سامع وشامم يعني انت بس. اه لا انا سامع. طيب البازيلا. ايوه. مسلوقة ومبرضة يا جماعة. مسلوقة عشان تتأكدوا. في ناس شاهدين عنهم سلو. بعدين. عنا هنا اللبن. طبعا اللبن من طيبة اكيد. اضيفه هلأ فوق. انا. متقصد انه تكون كمية اللبن كثيرة. لانه احنا بدنا اشي لبن جنب الوصفة هاي. اه يعني هي الفكرة انه يكون مرئ. نعم. صح يا دانا. صح يا دانا. شكرا. اه عليها توم. بعدين. نعمل هكذا. بعدين شو الاشي اللي غريب. الشمندر. الشمندر المسلوق. اللي بدنا نحطه هون هيك. نجيب هاي المبرشة. اوكي. نبرش الشمندراتنا بهذا الشكل. ان شاء الله انه. هاي سلطة برضو من ابتكاراتك. والله هاي من قعداتي. انيك رح سير احكيوش. من قعداتك. اصفناتك. انا بقرم. اصفناتي هاي. الله يجيركم منها يعني. صراحة. مش عارف لوين راح توصل فينا. هون. بالصحن. اكيد راح توصل. هون. بس. وانا اجيبها داخل الصحن. عشان تعرفي علي. عشان تعرفي علي. انه. لما بتوقع مني. توقع في الصحن كمان. طيب خميس. احكي لنا بالنسبة لهديك الحمسة. بتخليها قديش تريبا تغلي. انا. انا. ا انا تفاجأت اني بدي اطفيها. لانه خلص. راح احاول اطفي لك الغاز دقيقة شوي. انا بشوفكم تعملوا هيك. اذا عرفت تطفي الغاز. استنى شوي هاي. والله اني طفيته. نسا. لا. ابو راشد. بالله ما انا طفيته. من ابو راشد. اه. اوكي. من ابو راشد. اوكي. من ابو راشد. اوكي. لا مش انت ابو طارق. الاولاد بشكو فيي. بحكي عن ابو راشد. اه ابو راشد. المتعلق هون ماجد. اوكي. والله اني انا فنانة. شوفوا من النظر. من الن نظر اقدرت اعرف الغاز كيف تطفى. شوفت. انا ابني اسمه طارق سيد علي. فكرت بتحكي معي. فانت طول بلك عليه شوي. يعني خدوني بحلمكم يا جماعة. انتوا عارفيني اني مسكين. طيب. هلأ بنحط رشة من الملح. ان شاء الله اني ما حكون حطيت قبل. اذا حطيت ذكروني. رشة من الفلف البيض. انت هادك مشكلة مع الملح يعني. مش عارف اللي بي عندك بدي يجياكل. خلص. لا قتلها شغلي عليها. تمارا مش راح تتركني. لا كلهم بعرفوه بس انا. يعني هذا اشي مشهور عن يعني صراحة ايها كاكة فيها البركة بالملح. نحل حكي تيلي عشان ادير بعلي خلص. طيب هلأ بس ننظف الطان لان صراحة شكل الطاولة مش ابدا لطيف. طيب هلأ شو بدنا نعمل. هلأ بدنا نحرك الاشي اللي احنا عملناها. الاول مرة بنتبه انه تمارا اصيلة. طبعا ده اكون اصيلة جنب استاز خميس يعني ما هو ما شو الله. ليش ما تقوله انه خميس اللي هو. انا شوي طويل زيادة. طويل زيادة يا جماعة. انا بالعكس يعني طولي طول. طولها مناسب. المشكلة تكمن فيي انا يا جماعة. انا هذا الاشي باكد للكميها. بعدين تمارا في جورة هي وقف فيها عشان هيك من بينها الأدراسية. طبعا. عشان يعني الراحة بالوقفة. بالزبط. بعدين نجيب هذا الصحن. هذا كيف لو يشوفوا علي. شايفة. نعمل هكذا. هكذا. شوفوا اللون. اللون غير شكل. شوفتوا الاشي. شوفت الاشي. شوفت الاشي. نحرر الاشي بطورن ولا لسا. والله اظنر لك اه بس انت حر. لا انت حر بزعل منك. طب شو لك قطفيها. شو رايك انت لو ط شوفتها على الفاضي. لازم اطلعها. شو رايك انه انا هي خلصت البزيلة مع الشمان دارو. انه اعملها خميسة لأت ام انا بعدين اخرب الدنيا تقول لي خربت الدنيا. تسحبي بالله هذا الجاط من هنا. يلا خيان حط سلطة. يا عيني. انا نطلع لك سلطة جاط الرز. انتبهي. ايش دك تعمل. اوه. شو رايك انه ما لا نسكوا بهاي. تخليها زي ما هي هي مع رشة البقدونس على الوجر. ووضعها هون. طب. اوكي. معناتها ها يبدأ أشي. هاي هادي هون هيك صارت خالصة حاضر مخرجنا اقسم بالله العظيم انو خميس وانا مش متفقين يعني انا امتله جعب عشان اعمله هيك ام رح حطل اياها هناك ما هيك عشان تحط هون هلا الكتب شوفي كيف انا اسف مبسيطة كيف وانا اسف مسامح مسامح بس عفكرة ريحة الحمسة نعمل هكذا لرزاتنا شبابا نزلت لكم الرز هوناتي لو طب خميس غردلنا وذكرنا شو عملنا اليوم لا استنى شوي في علي بدي اخدنا مشاهد هون لطيفة على الكتب اه طبعا رح ياخد ولا بدي يشتغل شوي معرف ما هو كان احكي لك ليس بعدين بحكي لك بعد الهواء طب خميس هذا هو هلأ انتم متخيلين انو هذا الرز انطبخ بمرأة اللحمة الريدي اللي سلقنا فيها الكتب تخيلين طعم كيف رح تكون مع الشمندر واللبن صراحة فكرة لزيز بدل اخيار بلبن مثلا تغيير شمندر بلبن شمندر بلبن لانه الشغلة احنا كيف تعودنا انا دايما بقول انو دايما احنا خلص بناكل كيف تعودنا وهذا الحكي غلط طب خميس لازم نغير طب شو رأيك مرة هيك اليوم مثلا بعد ما يصير عمرك كمان يعني اكمن سنة هلأ انت شوي بتصير يعني جد 37 انا هلأ اكمن سنة شوي خميس بتصير جد فتخيل نصير نكون قادة انا مسلا بحكي لأولادي لانو انت بتكون قاعد تحكي لأحفادك بقولهم زمان ما كان فيه كتير اشي معروف اللي هو خيار بلبن كنا ناكله جنب الاكلات بس عمو خميس لما كان شباب زمان ابتكر لنا شوندر باللبن فهيك بتحبي يكون فيه لك هيك تطش يعني لبسه طب اسمي انا بتجيب احفادي وانت بتجيب احفاديك وأولادهم لأ انت احفادك بكونوا خلص عم بتجوزوا انا لسه ولادي بقولوا كانوا يا هادي عشان يخلون اه مايك حق مايك مخربش انت مايك حق علي بس عن جد خميس انت كنت ضاب باللوز بالتلاجة ضابوا طبعا بالفريزر وهذا الاشي هلأ بنحكي عنه ما فيه مشكلة منحرقت لانه اوه يعني شوفوا لو ايجانا ضيوف والله ما بعرفوا انه هادوها المناديل علي علي صار عندك اوركسترا تحت الهواء علي تعال تعال علي تعال تعال يا علي تعال شوف الوضع هون يا سلام هاي الي صاروا يحجزوهم منحرقت انا عشان هم بس يحتفرجوا تفرجوا يه 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 هيك بنعرف انه اللحمة تمامي يا جماعة انه ايش العظمات هيك بس يطلعوا معك منسولين نسل طب خميس ذكرنا ذكرنا على جوزاتنا شو جوزاتنا على الوزات اللي كنت حاطهم بالفريزر لانه خليتهم متحمصوا شوي زيادة فعشان اوقف السخونة اللي موجودة عليهم وما ينحرقوا اوكي بحطهم بالفريزر عشان تبريد تبعهم يوقف السخونة اللي موجودة هاي هي الحجة هل دا ممكن عشان ما يتاكلوش تعرفيش فالمهم احنا اليوم عملنا ثلاث وصفات واصفتنا الرئيسية كانت اللي احنا هلا عم نعمل فيها اللي هي كتف الخروف مع المناديل بسمتي موجودة البهرات اللي موجودة هي البودرة والبهارات المشكلة ولكركم زائد البهارات الصحيحة اللي احنا عملنا فيهم وسلعنا فيهم الكتف يا خرنا مسحدة من هون المناديل يوم ماتببناهم ولا ملحناهم ولا عملنا فيهم ولا ايش لأنهم حيا خدوا من Mangتبيت الكتء اللي كانت الخردل مع اللبن من طيبة وزيت النباتة בא�تب اللي بهارات البودرة اللي احنا استخدمناه مع الرز حركناهم كلهم مع بعض وشويناه بهذا الشكل وقدمناه هيئك مع الرز وصوتنا الثاني كانت الحمسة واللي هي المعتمدة بشكل رئيسي على الجبن الكريمية من المراعي وطبخناها أكيد مع البندورة وأخيراً عملنا الشماندر مع البازيلا باللبن من طيبة إن شاء الله وصفات اليوم وصفات نهاية الأسبوع وصفات خميس الونيس عجبتكم السلام عليكم تظلوا بخير ما ظل ليش إشي أحكيه بس أكيد طبعاً من تابعنا كل اللي تابعونا شكراً للكم والله يا خميس إنك خليتني أتخربش كمان ما شاء الله جهزت حالك يلا باي أخذي قسطين وفتح السيارة وطلقوا السلام عليكم اشتركوا في القناة